السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم تم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثاني ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بأحبتي معي في درسي لليوم قوانين التعلم عن بعد التي يجب علينا أن نلتزم بها أبنائي وبناتي أولا علي أن أختر المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خاليا من الضجيج تكون لدي معرفة بالجدول وأوقات التعلم المباشر أيضا أبنائي وبناتي أجب علي أن أجهز الكتاب وأدوات التي أحتاجها أستمع إلى درسي بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البيت وأثناء مشاهدة أبنائنا دروسهم وذلك فقط للتوجيه والإرشاد عنوان درسي هو عن حرف الشين مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي نسعى إلى تحقيقها أولا أن نحفظ شكل الحرف الشين بعد ذلك أن نستخرج الحرف الشين منفصلا وجزءا من الكلمة ثم أن ينطق الطالب وطالب حرف الشين بالحركات الفتحة والضمة والكسرة أربعة أن يسمي الطالب وطالب صورا تحتوي على الحرف الشين أخيرا أن يكتب الطالب وطالب الحرف الشين منفصلا وجزءا من الكلمة بيت الحركات الثلاثة طلت على حرف الشين مع الشباك أولا الفتحة فأصبح صوت الشين شا شا أفتح فمي مع الحرف شا شا لاحظوا أبنائي رددوا معي الحرف حتى تلاحظون حركة الفم لديكم شين فتحة شا شا الفم كيف أصبح مفتوح مع الفتحة إذن مع الفتحة فمي مفتوحا مع الكسرة كيف يصبح صوت أو مع الضمة كيف يصبح صوت الشين ممتاز شو شو أحسنتم مرة أخرى شو شو إذن شين ضمة شو شو كيف تصبح منظر الشفا هكذا مضمومة ومزمومة على بعضها حتى ننطق شو مع الضمة شو مع الكسرة كيف يصبح صوت حرف الشين شين كسرة شي شين كسرة شي كأني أبتسم صحيح؟ أحسنتم إذن مرة أخرى هيا ننطق الحرف مع الكسرة شي 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 ممتاز إذن شا ممتاز شا شو شي أحسنتم مراجعة لمواضع الحرف سنستخدم ذلك مع الاستراتيجية ذهبنا إلى الملك وطلبنا منه أن ندخل هذا القصر الجميل ولكن شرط علينا أولا ماذا؟ أن نعرف ماذا يوجد خلف الأبواب الثلاثة الباب الأول مستعدين لنطرق الباب الأول؟ هيا نطرق الباب الأول ونشاهد ماذا يوجد شا أحسنتم شا هناك فتح الشا الشا هنا في أي موضع في الكلمة؟ ها، تم درع واحدة إذن هنا أين؟ في أول الكلمة يا ملك لقد تعرفنا في الباب الأول يوجد الشا في أول الكلمة هيا ننتقل إلى الباب الثاني حتى نتمكن من دخول القصر هيا أبنائي وبناتي نطرق الباب الثاني ماذا يوجد؟ من يخبرني؟ ماذا تشاهدون؟ شي أحسنتم شي ما موضع حرف الشي هنا؟ إذا مدت كل اليدين أين مكان الحرف هنا؟ أين يوجد؟ في وسط الكلمة إذن شي هنا في وسط الكلمة تمد كل سدراعيها هيا ننتقل مستعدين لمعرفة الباب الثالث؟ هيا نشاهد ماذا يوجد في الباب الثالث من يقرأ الحرف؟ شو أحسنتم؟ شو شو شكل الحرف هنا؟ ماذا؟ أين يوجد عندما يصبح حرف الشي بهذا الشكل ويمد ذراع واحدة تسبق؟ ممتاز أبنائي وبناتي في آخر الكلمة سنتمكن الآن بفضل الله ثم فضلكم من دخول القصر أحسنتم هيا نستعد إلى حل تمارين كتابنا مستعدين؟ ننتقل إلى نشاط رقم خمسة في الكتاب في صفحة واحد وخمسون صفحة واحد وخمسون تقول املأ الفراغ بكتابة الحرف الناقص المناسب للكلمة كلمة شباك مرأت عليكم من قبل كانت تبدأ بأي حرف كلمة شو شو شباك شو شو شباك تبدأ بأي حرف؟ حرف الشين طيب شو انتقوا معي شباك الشفا ماذا كانت؟ حركة الشفا مع نطق الحرف شو شباك ممتاز إذن مضمومة إذن ما العلامة والحركة التي نضعها؟ ضمى ممتاز إذن نقول شو شباك أحسنتم الإغلاق البصري لديكم رائع وحييكم هيا نشاهد كلمة مرت علينا سابقا اسم هذا ما اسمها؟ قلنا شجرة شجرة تذكرون كيف كتبنا كلمة ش ش ش شجرة شجرة تبدأ بأي حرف؟ في حرف ناقص الأول هنا احنا عرفنا أنه ش ش جرة تبدأ بأي حرف؟ حرف الشين طيب دقق ونلاحظ ما الحركة التي تأتي مع حرف الشين؟ ش ش جرة ش ش جرة تجرموا معي أبنائي وبناتي وانطقوا كلمة ش جرة ضحوا يديكم قريبة من الفم إذا كان الفم مفتوح معناتها فتحة إذا مضموم ضمة إذا ابتسامة ظهرت مع الحرف معناتها كسرة يلا نلاحظ ش ش ش جرة فماذا كان؟ ممتاز مفتوح إذا نضع مع حرف الشين هنا فتحة نقرأ ش ش ش ش جرة الآن هذه السفينة نسميها ماذا؟ سفينة ماذا؟ ش رائعية أحسنتم طيب هذا ماذا نسميه؟ واحد نقول ش ش ش راع ش راع ش راع يبدأ بأي حرف؟ ش ش ش ش راع أحسنتم حرف الشين رائع إجابة صحيحة طيب من اكتشف العلامة والحركة اللي أتت مع حرف الشين؟ الصوت هنا وحركة الفم ماذا كانت عند نطق كلمة ش ش راع لاحظوا ش ش ش راع نجربوا ورددوا الكلمة معي ها ماذا لحظتم؟ هل نزلت الشفة؟ ش ش ش راع ممتاز إذن أي ألامة نضع؟ كسرة نضع ما حرف الشين؟ كسرة ش ش راع هكذا وضعنا الحرف الناقص مع حركته أحسنتم أبنائي وبناتي ممتاز ننتقل الآن إلى نشاط رقم ستة قمتم بالكتابة؟ إذن هيا ننتقل إلى نشاط رقم ستة نشاط رقم ستة يوجد في صفحة واحد وخمسون سؤال يقول تبهوا معي جيدا وتركوا الأقلام أكتب الحرف ش ش ش لملء الفراغات في أول الكلمة وأوسطها وآخرها الشي لذا جاءت في أول الكلمة كم ذراع تمد؟ أحسنتم ذراع واحدة تمسك من يأتي ما ذرة؟ تمسك من يأتي بعدها أما إذا جاءت في الوساط حنونة حرف الشين تمد كلتا الذراعين حتى تمسك من قبلها ومن بعدها إذن هكذا يصبح شكلها في وسط الكلمة أما في آخر الكلمة ماذا تفعل؟ هي آخر وحدة ما حد يجي بعدها ماذا تفعل؟ تمسك من قبلها أحسنتم وبعد ذلك تحتفظ ببطنها وشكلها الجميل هيا نبدأ الآن مع كلمة ش ش ش شمس ش شمس أبنائي وبناتي بدأت بأي حرف؟ أحسنتم أيهم تختارون؟ أي شكل مناسب للكتابة؟ رقم واحد في أول الكلمة أم في وسط الكلمة؟ رقم اثنان أم ثلاثة أيهم مناسب هنا؟ أحسنتم رقم واحد إذن سنكتب رقم واحد ممتاز تمد رقم واحدة إذا جاءت في أول الكلمة طيب هنا كلمة فاراشة 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 في حرف ناقص في الوسط من هو؟ هارف الشين ممتاز ولكن كيف يكتب هنا؟ مثل النموذج الأول أم الثاني أم الثالث؟ جاء في الوسط ولكن من جاء قبل؟ ها؟ أحد الحروف النارية والحروف النارية لا يستطيع أحد أن يمسكها من الأمام لازم ماذا؟ لازم فقط يأتي من الخلف يمسك بها إذن لا أحد يستطيع أن يمسك بالحروف النارية لذا كم ذراعا ستمد؟ أحسنتم ذراع واحدة لأنها لن تستطيع أن تمسك بالألف لماذا؟ لأن الألف حرف ناري انظروا الألف لا أحد يستطيع أن يمسك به الراء كذلك حرف ناري لم يستطيع الألف أن يمسك به ولكن الفاء تستطيع أن تمسك بالراء لماذا؟ لأنها أتت من خلفه فلم يستطيع أن يحرقها ولكن إذا جاءوا من الأمام سوف يحرقهم هذه الحروف النارية الآن كلمة ريش ريش آخر شي وقفت عندي حرف مين؟ ريش حرف الشين ممتاز كيف أكتب حرف الشين هنا؟ لاحظوا أنه جاء أين؟ في آخر الكلمة كيف يكتب؟ مثل النموذج ماذا؟ رقم كم؟ رقم ثلاثة أحسنتم يمد يد يمسك من قبل ثم ينطلق ويجعل نفسه كما هو لا يتغير ما في أحد يجي بعده الآن نشاط رقم سابعة يقول أرسم خطا باللون الأخضر أسفل الصور التي تبدأ بحرف الشين هيا نشاهد الصورة الأولى عبارة عن صورة لمن؟ من الذي يصيح؟ ما اسمه؟ يبدأ بحرف الدال ديك أحسنتم إذن هو يبدأ بحرف الدال وليس حرف ماذا؟ حرف الشين هيا ننتقل للصورة التي بعدها شباك يبدأ بحرف الشين شو شو شباك ممتاز إذن ماذا نرسم تحته خطا أخضر؟ أختار اللون الأخضر ونرسم أسفل شباك خطا أخضر بعد ذلك صورة ماذا؟ التي تخرج بالنهار وتعطينا النور والدفء ما اسمها؟ بصوت عالي شمس أحسنتم شمس تبدأ بأي حرف حرف الشين إذن سنرسم خطا أخضر أسفل شمس بعد ذلك هنا شجرة تشاهدون هذه ما هي؟ مرة أخرى شجرة تبدأ بأي حرف؟ حرف الشين رائع إذن سنرسم تحتها خطا بأي لون؟ لون الأخضر طيب هذا ما هو هذا؟ من يخبرني ما هذا الحرف؟ ها ما اسم هذا الحرف الذي تعلمنا؟ حرف الشين أحسنتم إذن سنضع تحته خطا أخضر هذه النار سمى شعلة ش ش ش ش شعلة من نار شعلة شعلة تبدأ بأي حرف؟ ش شعلة أحسنتم تبدأ بحرف الشين إذن ش 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 أحسنتم أبنائي وبناتي هل طابقتم الحل معك في كتابكم؟ رائع جداً إذن هيا نكمل ما تبقى من حل تمارين الكتاب حتى تثبت المعلومة لدي تعلمنا حرف ماذا؟ حرف الشين أحسنتم أبنائي وبناتي أستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله معلمتكم منالة صالح الغريب